شرخ جديد في العلاقات يضاف إلى جدار متصدع عنوانه الحكومات الموازية في ليبيا آخر التشققات في هذا الجدار سببته زيارة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمد إلى مدينة العلامين المصرية ولقائه برئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ما اعتبرته حكومة الوحدة خروجا من القاهرة عن الموقف الدولي الرافض لعودة الانقسام والاحتراب إلى البلاد وتنافيا من الدور المنتظر من مصر الذي يفترض أن يكون داعما لوحدة ليبيا واستقرارها لم تكتفي حكومة الوحدة بذلك فأبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في مقر الصفارة بترابلوس لمغادرة الأراضي الليبية فورا وذلك بحسب تأكيدات مصدر من خارجية الوحدة للأحرار وكرد على هذا القرار أصدرت خارجية حماد بيانا دعت فيه من وصفتهم بالدول الشقيقة والصديقة إلى نقل صفاراتهم ومبعثاتهم الدبلوماسية والدولية من ترابلوس إلى بنغازي نظرا للظروف الأمنية غير المستقرة في العاصمة واستقرار الأوضاع في الشرق بحسب البيان عقيل صالح اصطف خلف حكومته فاستنكر طلب حكومة الوحدة الوطنية من مسؤولي المخابرات المغادرة معتبرا ذلك تصرفا غير مسؤول من حكومة من تهية الولاية حسب وصفه ضد جمهورية مصر وأن هذه الحكومة لا تمثل موقف الشعب الليبي تجاه نظيره المصري نظرا لما تربطهما من علاقات لن يعكر صفوها أي محاولات للخلاف حسب قوله أما مصر التي فجرت زيارة حماد إليها الخلاف القائم فالتزمت الصمت حتى الآن تجاه ما يحدث واكتفت بتصريح مقتضب أكدت فيه الزيارة ونقلت فيها عن مدبولي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة وخاصة إعادة الأعمار